ونرحب بضيفنا أيضا من القاهرة نائب رئيس سحير صحيفة الأهرام فتحي محمود أهلا بك أستاذ محمود ما أهمية اليوم هذا الدعم المصري للبنان بدءا من أزمة الكهرباء والمساعدات التي قدمتها القاهرة عبر الربط البري وماذا أيضا عن الحلول السياسية المنتظرة وعلاقة بيروت بالعواصم العربية نعم الحقيقة أن هناك ربطا كبيرا بين المحاور المتعددة سواء علاقة لبنان بالحاضنة العربية وعلاقة لبنان بمؤسسات التمويل الدولية ثم العلاقات الصنائية بين مصر ولبنان بالنسبة للعلاقات الصنائية الجهد الأكبر الآن يتم حول محورين الأول خاص بمشروع الربط الكهرباء وتوصيل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا وتوصيل الكهرباء أيضا عبر الأردن عن طريق استغلال الغاز المصري في توريد الكهرباء بالأردن وهذا المشروع قطع شوطا كبيرا يتبقى فقط تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل منه ويتبقى فقط عملية إعادة صيانة خط الغاز العربي وخاصة في الجزء الموجود داخل الأراضي السورية ومعمل دير عمار اللبناني أيضا لأنه المعمل الوحيد الذي يعمل بالغاز وأتصور أنه في أوائل العام المقبل سيكون هذا الخط دخل في حيث التنفيذ وهي مشكلة كبيرة جدا إلى جانب المساعدات الخاصة بالوضع الصحي كانت مستمرة خلال الفترة الماضية من خلال المستشفى المصري ومن خلال كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بكورونا وأتصور أن هناك اتفاق على استمرارها أيضا خلال الفترة المقبلة الجهد الرئيس الذي تكون به مصر هو محاولة انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية ليس فقط عبر المساعدات التي تقدم مباشرة من الجانب المصري إلى الجانب اللبناني ولكن عبر قيام مصر أيضا بدور في الوساطة بين مؤسسات التمويل الدولية ولبنان ومحاولة التقريب وجهات النظر حيث تطالب المؤسسات الدولية والدول المانحة ببرنامج إصلاح اقتصادي معين قبل أن تقدم على تقديم أي مساعدات للجانب اللبناني فيما يتعلق بالحاضنة العربية في الحقيقة فأن الجامعة العربية ومصر وهناك جهد كبير بينهما وبين لبنان لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الخليجية وبين لبنان وأتصور أن المرحلة المقبلة قد تشهد خارطة طريق لحل هذه الأزمة وقد تتمخذ عن زيارة يقوم بها سيد نجيب مقاطي إلى إحدى العواصم الخليجية لكسر حدة الجمود الذي يعتري هذه الأزمة الآن أي ضمانات يمكن أن تقص عليها جامعة الدول العربية وأيضا الرئاسة المصرية من مقاطي لدور حزب الله في دول في المنطقة وهذا القلق الكبير الذي تعيش تحته أيضا وشلل الحكومة اللبنانية الحالية أنا لا أعتقد أن هذا الأمر بشكل مباشر يمكن أن يكون السيد مقاطي نفسه قادرا على إيجاد حل جزري له في ظل الظروف اللبنانية الحالية ولكن يمكن على الأقل أن تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج معين يضمن كحد أدنى عدم تدخل حزب الله بشكل مباشر في أمن الدول العربية المجاورة لكن المشكلة الأكبر هنا أنها تتعلق ليس بحزب الله ولكن بإيران باعتبار أن حزب الله هو أدى من الأدوات الإيرانية في المنطقة العربية هذا الموضوع على وجه التحديد من الصعب اتخاذ إجراءات حزمة فيه ولكن مساندة الوضع اللبناني يمكن أن يقلص إلى حد ما دور حزب الله في السيطرة على الوضع اللبناني الآن سواء السيطرة السياسية أو حتى من خلال استجرار مساعدات إيرانية مثل النفط وغيره حتى لو بشكل غير شرعي إلى داخل لبنان ولذلك أعتقد أن التصور العربي الموجود حاليا هو أن زيادة الوجود العربي داخل لبنان والدعم الاقتصادي العربي يمكن أن يقلص إلى حد ما النفوذ أو سيطرة حزب الله اللبناني على الحكومة اللبنانية وأيضا الحد من نفوذه إلى حد ما في خارج لبنان ولو أن هذه القضية الإقليمية تتعلق بأوضاع أخرى خارج النطاق اللبناني حديث ميقاتي أيضا عن هذا الدور الإيجابي لجامعة الدول العربية والمواقف أيضا التي نقلها والوفد المرافق والمتصلة بزيراته الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترتبط بمهل زمنية للخروج من الأزمة السياسية الداخلية والمرتبطة بكل عناصر التي تحدثت عنها أستاذ فتحي نعم أنا أتسور أن خارطة الطريق التي قد تكون قيد البحث حاليا تتضمن عناصر كثيرة منها وضع الحكومة اللبنانية الحالي وهناك إشكالية كبيرة عند تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية أنها تمت فقط بتوافق فرنسي إيراني بعيدا عن أي بعد عربي على وجه الإطلاق وهذا الأمر قلل من قدرة الحكومة اللبنانية على التعامل مع بعضها العربي وأصر مخاوف كثيرة لدى دول العربية ولذلك أعتقد أن الجامعة العربية جزء من خارطة الطريقة التي يمكن أن تكون بها هو أن يكون هناك برنامج ملزم للحكومة اللبنانية فيما يتعلق بأليات عمل الحكومة خاصة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد انتخابات نيابية بعد أشهر قليلة فيما يتعلق بطريقة تعاطيها مع المؤسسات الدولية وفيما يتعلق أيضا بالأزمات التي أدت إلى عدم قدرة الحكومة على الاجتماع حاليا حتى بشكل منتظم من القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام فتح محمود شكرا جزيلا لك